اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة امثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمواصلة فريق باريس افسي بشعار فيكتوريوس البحرين الانتصاراتي في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية واعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن سعادته بفوز باريس افسي على شاتورو بهدف نظيف في الأسبوع السادس والعشرين للدوري الفرنسي مبينا سموه أن رؤية شعار فيكتوريوس البحرين على الفريق الفرنسي هو مصدر فخر واعتزاز ويحقق تطلعاتنا في مواصلة دعم ومؤازرة الفريق في مشواره القادم وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الفريق قادر على مواصلة الانتصارات في الجولات القادمة في ظل حرص الفريق على تحقيق رؤية مجلس إدارة النادي الذين يحرصون على تقديم كافة سبل الدعم للفريق وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كل التوفيق والنجاح للفريق في مباراته القادمة أمام فريق كان في الجولة السابعة والعشرين والتي ستقام السبت القادم السابع والعشرين من فبراير الحالي وحقق باريس افسي انتصارا ثمينا على حساب شاتورو بهدف نظيف سجله علي عبدي حيث رفع الفريق رصيده إلى أحدى وأربعين نقطة